بعد 24 ساعة على معارك سهل نينوى تنظيم داعش يشن هجوما جديدا على منطقة تلسقف بمساعدة عدد من قناصته المنتشرين في بعض مباني المنطقة الهجوم وبحسب مصادر من مقاتلي سهل نينوى استمر لساعات قليلة أراد التنظيم من خلاله نقل عشرات الجثث لمقاتليه الذين قضوا في الهجوم الأول بعد معارك عنيفة حسم أمرها بشكل كبير طيران التحالف الدولي الذي دمر عربات داعش المفخخة والعشرات من انتحاريه التنظيم وبحسب قادة من الفيشمورغ الكردية انسحب إلى مواقعه القديمة التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن تلسقف بعد وصول تعزيزات وأسلحة متطورة لقوات الفيشمورغ الموجودة هناك فيما تشير مصادر أخرى إلى أن داعش قد يشن هجوما جديدا على منطقة مخمور القريبة من أربيل في المقابل اجتمع رئيس الحكومة العراقية حيدر لعبادي مع كبار قادته العسكريين وناقش الخطط المعدة لاستعادة الفلوج والموصل التي نباتت القوات المشتركة قريبة جدا من اقتحامهما بحسب العمليات المشتركة التي أكد الناطق باسمها أن القوات المشتركة لم يبقى أمامها إلا ساعات قليلة لتحكم سيطرتها على الطريق الرابط بين الفلوجة وعامرية الفلوجة حيث تتقدم بحذر شديد فيما تواصل القوات العسكرية جنوب الموصل هجماتها المتقطعة ضد التنظيم مع تقدم بطيء بمحاذاة نهر الفرات قرب القيارة جنوب الموصل مضيفا أن الايام القليلة القادمة ستشهد تحولا كبيرا في سير المعارك حول الفلوجة والموصل على حد تعبيره جاسم محسن العربية